الشيخ في البدء لو نتحدث عن منزلة الأخلاق في الإسلام وكيف يعني ينظر إليها أصلا القرآن الكريم والسنة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتذا بهداه أما بعد فما بعث الله نبيا ولا أنزل كتابا إلا جاء حاثا على مكارم الأخلاق ومنفرا من رذائلها ولك أن تتأمل الوصايا العشر التي أطبقت عليها الكتب السماوية والتي ذكرها ربنا جل جلاله في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل تجد أن هذه الوصايا العشر ومثلها التي في سورة الإسراء إنما كلها تدور حول الأخلاق ما كان بينك وبين الله وما كان بينك وبين خلق الله وكذلك لما أثنى ربنا جل جلاله على عباده في خواتيم سورة الفرقان أثنى عليهم بمكارم الأخلاق يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هذا حسن الخلق مع الخلق والذين بيطول ربهم سجد وقيامة والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان أراما إلى أن قال جل من قائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر ما جاء في السورة الكريمة نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى لما سئل عن أكمل المؤمنين إيمانا فقال أحسنهم أخلاقا وقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا بل بيّن عليه الصلاة والسلام أن من أسباب رفعة الدرجات في الجنة حسن الخلق يقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا فقالوا حارثة بن النعمان فقلت كذلكم البر كذلكم البر وكان بارا بأمه هذا الرجل من البدريين بذوان الله عليهم نبي عليه الصلاة والسلام ينوه إلى أن الذي رفع درجته في الجنة إنما هو حسن خلقه وكذلك يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسوء الخلق في هرة حبستها وأن رجلا دخل الجنة بحسن الخلق في كلب سقاه يعني هذا إنسان في قلبه رحمة وتلك امرأة في قلبها قسوة وغلة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن أهل الجنة ثلاثة ومن بينهم عفيف متعفف ذو عيال حسن خلق ورجل وذو سلطان موفق ورجل رحيم القلب لكل ذي قرب ومسلم هذه كلها من محاسن الأخلاق ويخبر بأن الأهل النار كل عتل جواظ متكبر جواظ قيل هو الفاحش البذيء عياذا بالله وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم جاءوا ينهون عن الفساد بكل أنواعه ومن بينه الفساد الخلقي ولذلك صالح عليه السلام يقول لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سوليا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وشعيب يقول ويا قومي أوف المكال والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولذلك يمكن بكلمة جامعة أن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البر الذي هو كلمة جامعة لخصال الخير حسن الخلق لما سئل عن البر قال البر حسن الخلق فكل من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين حسن الخلق